السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متخدرين نتمنى كلكم تكونوا باخروا على خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو عباشركم بروكا دخل عليكم بصحة و السلامة و باشكتمنى ان شاء الله اليوم سنحضر معكم السر القطبان في الكوكوت يأتي و يدبوا في الفم بنانين و اهم حاجة فيهم الريحة دخان تقولهم شويا نتمنى تجربوه من الاعجاب سنحضر معكم ايضا واحد الخبز ديال الصندويتشات كتجي بنينة و نجحة و واحد الصلصة اللي كتجي خطيرة مع المشاوي بقوا معي تشوفوا الفيديو تالاخر بتشوفوا المقادر و طريقات تحضير و فورجة ممتعة فعلى بركة الله اول حاجة هنا عندي كمية ديال اللحم اللي غادي نقطعها مربعات كل حجم ديالهم متوسط انا هنا عندي الفيلي انتم ما ديروا اي هبرة يعني الهبرة اللي كتصوبوا في كباب هي اللي تقطعوا نقطعها كما لاحطي معي شرائح و من بعد نقطع مربعات سنستمر بتقطع الكمية اللي عندي كاملة في الفيديو سنجيب واحد جوجي البصلة كبارين يكونوا من شلدين ارقاقين اهم حاجة انا كنت شلدوا البصلة رقيقة غادي نضيف كمية ديال المعدنوس اللي مقطعته هو رقيق المعدنوس كمية كثيرة غادي نضيف زيت زيت كمية شوية ديال البزار الكامون شوية ديال سكنجبير البابريكا تحمير غادي نضيف ايضا شوية ديال السودانية او الهريسة اللي كنت توفر عندكم معلقة صغيرة ديال سلسلة الصوجة و واحد العصيرة ديال الحامض و غادي نخلط كل شي مزيان ترجع لي خاليط متجانس مع واحد المعلقة كبيرة ديال زريعة ديال القصبور مطحونة غادي نخلط كل شي مزيان و شوية الراس معلقة صغيرة ديال السمن و شوية الراس كيعطفيه واحد للدبنينة و خاطيرة غادي نخلط كل شي مزيان تكتحسو بالكاب ديالكم كله تشرمل من البعد ما شرملت كاباب اللي عندي كامل هنا يضفت واحد شوية ديال اللي هريسة و شوية الملحة و احد جاني مستوس نخلط الملحة على حسب الضوء ديالكم بعد ما شرملتم مزيان غادي نجيب السلوفان و غادي نغطيه كل ما خليتي و هيتشرب شرمولة كل ما كيكون احسن انا هنا غادي نخليه تقريب المدة ديال واحد الساعة عد نكمل الطريقة ديال تحضير بينما صوبنا الخبز ديال الصندويتش و كي ما اخلط لكم كل ما خليتي و هكتر كل ما كيكون حسن كي تشرب لكم ذاك شرمولة اللي يمكن ترتيبه مزيان و ذاك الحامض كيف تفتي اللحم و كيرجع اللحم ديالكم و كيدوه بنتم ما كتقطعوه هو كيتبعكم هنا ايه ندوزه باش نحضره الخبز عندي 500 جرام ديال دقيق الابيض 25 جرام ديال الفينو معلقة كبيرة الخميرة ديال الخبز كيس ديال الخميرة الحلويات ما يعدل 7 جرام قبيصة ديال الملحة على حسب الضوء ديالكم و شوية ديال زيت زيتون قريبا 1-4 كاس ديال زيت زيتون و غادي نجمع الخليط ديالي كامل بالحليب اللي مخلط مع الماء كندير واحد الكاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء و كنخليهم كيدفاو ممكن انكم تديروا الحليب المجفف واحد المعلقة كبيرة و جمعوا العجينة ديالكم بالماء يكون دافي هنا ايه بعد ما خلطت العجينة ديالي مزيان شوفوا معايا كتجيرها كتجي خفيفة و ارتبا انا هنا يا غادي نصوب غادي نقرسها بالنخالة كنجيبك كاء الماء و كنبدا نكور كوراتي كل حجم دياله متوسط و كنفندهم مزيان في النخالة مخلطة مع السميدة ارقيقة هنا يا مباشرة كي بدوي نزلو حت خلينا الخبز تختامرات و تضع في الحجم دياله ففي المرحلة الثانية بغاية كتخمر للكم هنا يكن قرص الخبزات ديالي كما هو مضح في الفيديو على شكل مدور و من البعد كان قسمها على جوج بالسكين و كنوضحها في التبصيل ديال الفران لرشيت التهوى بشوية ديالنخالة سنكرر العملية تنسى الكمية اللي عندي كاملة بنفس الطريقة كما لاحتيوا معي يرى طريقة سهلة فقط واحد جوجيال تلقت بالمدلك كتصوب لكم فهذه الخبزات ديالي يأتي خاوي من الداخل و يأتي و بنانين بالنسبة للناس اللي كيعجبوهم صندويتشات بالمشاوي سنكمل بنفس الطريقة شوفوا معاييرها الخبز حنا يكنطقوها و هي تشكلوا فيها فقاعات هكا كتأكدوا ان الخبز ديالي لكم راها ناجحة سنكرر العملية تنسى الكمية اللي عندي كاملة مباشرة مباشرة سنغطي الخبزات ديالي و سنجعلهم يختمروا و سيتضاعف الحجم دياله ففي المرحلة الثانية راهم ضغيات يخمروا كما هو موضح في الفيديو سنجيب شوية ديال الماء أو شوية ديال الحليب و سندهنهم هكا من الوجه كما هو مقرمشين سنضخل الطبصل في الجوج أنا هنا يجوني جوج ديال الطبصل سنضخل الطبصل في الجوج سنشعل الفران على 200 و 20 درجة و سنشعل الموت ديال الفرفارة هنا يندوزه كي نحضره القطبان بالنسبة للقطبان سنعمر اللحيمة كاملة في القطبان هنا يجب ان نعمر القطيبات كاملة هنا ندرسهم فد العويدة ديال الخشب كي يتساعوا في الكوكوت سنكمل بنفس الطريقة تنسلي الكمية اللي عندي كاملة تنسلي الكمية اللحيمة تنسلي الكمية اللحيمة سنضح فقط نضح فقط واحد طريقة صغيرة لطيق الموت و ننسلي الكمية اللحيمة لما يجب أن تقسمون هكو واحد شوية سنسلي الكمية اللحيمة من بعد ذلك البصيلة اللي كتبقى كنصوبها من الفوق ما تصوبها من اللي تحت باش ما يلصق لكم شو يتحرق لكم كتصوبها غير من الفوق تاكت تضغمر بوحدة وكترجع كلها مضغمرة فاش كتضفيو عليها انا هنا ايا سديت على الكوكوت ديالي تقريب المدة ديال نصاعة كل الحم ديالي الطايب وفتي وكيدو بفلفوم واهم حاجة انكم تشدو عليه وتخليو على نار مهي لما تجهدوش نهائي البوطة مرة مرة حرقوه نواتب تتعارض الذي فضح اوضع ونضغط الرئيس لذلك التي سنقريبه كما بدأ في الفيديو من الفق نضيف الطريف الخياب ودخ الهيئ من اله overflow ونضيع التجرب Retoting كوكوت لمدة من الساعة على النار تكون مهيلة بحل يكطيبوها على الشماء سوف نضيف الزفارة ولكن عندكم الكوكوت كدور فدورة وحداق كما قلت لكم من الساعة كي يكون واجد هنا يلخب يزادنا بعد ما خرجتم من الفران كيفاش يجعون مقرمشين ويجعون خاويا من الداخل سوف نجمعوهم ضرورة انكم تجمعوهم وضعوهم في بلاستيكا لكي يبقى لكم مرطب هنا شعلت واحد طريف الفاخر ودرسوا فوق واحد طبصيل ودرتك الطبصيل فصدك اللحم من بعد ما طب طبيعة الحال وغطيس عليه وخليسوا سما بشكل اللحم كله وكي تلصق فيها رحة الدخان نحضروا السلسة عندي جوج علب يغور طبيعي معلقة كبيرة سلسة السوجة او سياسوس شوية ديال الخل الملحة اللي بزار شوية ديال كورنيشون مقطع شوية ديال تماء ليبسة والمعدنوس وكن نخلط كل شي مزيان تكيرجع لي خاليط مجانس كورنيشون انا هنا يدرت واحد جوج ديال طريفة ديال كورنيشون صغارين ممكن ايضا انا كم تدفو فيها تشوية ديال زيتون الخضر مقطعي لما كانش عندكم كورنيشون فقط باش كيزيد داك الحموضة كتجيزوينه مع شوية سفيك نخلطها مزيان وكتكون السلسة ديالنا واجدة سلسة بسيطة وسهلة وما كتاخدناش نهائيا الوقت سفيه هنا القطيبات ديالنا كيكونوا وجدو كنحيدو داك الطباس اللي درنا فيه داك الطريف ديال الفخر وكنبدو نقدموه كيما هو موضح في الفيديو مع السلاتات او اللي بغيتيو كيكل الحمطة بزبدة كيما غادي تلاحظو معايا غير كتقبطو فيه كيتبعكم كتبقنا شوية داك البصلاء اللي درنا راني رفقتها هي تمام في زلافة واحدة اخرى كتدهنو بها هكا الخبز وكتصوبوا فيها القطيبات ديالكم مع شوية ديال السلسة اللي حضرناها شوية ديال الشلادة كتجي بنينة غدا سهلا مهلا بسرعة كاتوجد ما كتحتاش تشعل فاخر وروينا سهلا بسرعة بسرعة كتوجد وستيغطو للناس اللي ما كتبو لهمش الكباب او ما كاء مدرينوش يمضغو اللحم هكا كم شوي فها الطريقة هادي مناسبة وكتجي وكيطب لكم اللحم كييييييييييييييييييييييتي ديالكم خليتكم على خير وإلى وصفة أخرى إن شاء الله شكرا شكرا